ختم غربة السلام عليكم اليوم الخمسس عدو عشرين غشت الفين ربعة وعشرين غننتكلم لكم هات النهار على واحد الفاجعة واحد الكاريتة وقعت بمدينة اقادير يوم امس كيتحمل مسؤوليتها صاحب واحد المقهى فخم في حراقف من دينة اقادير والسلطات المحلية والسؤال اللي غادي نحط هو حتى الامتة السلطات المحلية غادي تبقى تتبيل لنا عدم الاحترافية ديالها لا مسؤولية ديالها لان الحماية ديال المواطن هي الاولوية ديال السلطات المحلية ايه الاستثمار اللي يبغينا ولكن لما كنمشيو كنشوفو اوراش ديال اللي بني في ان العمال معرضين حياتهم والسلامة الصحية ديالهم الخطر خدامي في ضروف مزرية كيقدر يموت وهذا تشو حد ما مسوق لهم على وخد دور ديال السلطات المحلية اسمح لي يا ما غاديش دير المادري بش طعلي اللي شافو ده جوت في تروازي ميطاج ما غاديش عندي عمارة وعلى الشارع وخدامة كيتبنا وما غاديش لها الشبكة بش يلطحت شي حاجة لزا مطاحش على الناس اللي غادي للتحت ما غاديش المادري هذا غير مثال من بزهب ديالامتلة شنوقع البارح بمدينة اقادير واحد العائلة مغاربة جاو في عطلة لمدينة اقادير عندنا هاد العائلة هادو دوزو النهار ديالهم جميل في الاخر ديال العشية مشاو الواحد المقهى فخم في حي صنابة في اقادير حي صنابة في افخم المقاهي والمطاعم عندنا في اقادير هاد العائلة قال السيد هو مرته وهدف القهوة وولدهم عنده 11 عام بشكل عام في واحد الالعاب كان ينتمى وهاد الالعاب هادي واحد الربع سنين هما كان ينتمى مول مقهى هو ولدهم في فضاء عمومي وكيتخلص دير واحد السيد كيتخلص تمى عند العائلات اللي غايحطوا ولدهم يلعبوا ناد والدهم كي لعب عنده 11 عام يعني رها كبير شوية زلق في الماناج اللي كيدور فهاديك الزلق اللي طاح ضربة جاي الكرسي ديال الحديد ما فيش اللي بخوتكسيو ما في التحاجة ضربوا لراسو قتلوك تصوروا معي جيتي عائلة انتاو الاب والام وولدكم ولدكم وجيتوا فرحانين غدوزوا عطلة في مدينة اقادير وايدا به ولدكم توفى كيفش غد يكونوا هاد العائلة الله يحسن عوانهم الله يرحم ولدهم الله يصبرهم ولكن من يتحمل المسؤولية احنا مسلمين عمت السلطات ولا المسؤولين المغاربة عامة مخرجهم ولا مخرجهم الاسلام وعزيز عليهم الاسلام علاش لان منك تراشيف عجيعة واللي هي المسؤولية ديال السلطة ولا الامبيولونس ما تدخلاتش ولا ما كيش اجل وصل لا 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 عجيله ويدفنه اشنو طرح له هاد الوليد هادا كيما قلت لكم الماناج كيدو طاح ضربوا الراسو قتله لو كان شتودو كلماناج كيعود لي واحد السيد خدام في هاد القهوة هادي قال لي في هاد السنوات شح هذه الاطفال كلاوة والوالدين كيكمدو هاو يمشي يداوي يمشي عاجو يسكتو احنا ديفو ديالنا وكن نسكتو ديفو ديالنا ما كان دعيوش ما كان مشوش محاكين ما كان كتبوش ما كان حمدو الله وكان مشو في حالاتنا اشنو غادي ترى البارح في اقادير كتعرفو هاد الالعب كلهم غير مرخاص لهم غير مرخاص لهم والسلطة المحلية ما تحركاتش من غير كيشكلوا خطر مشكل ديالهم كيشكلوا خطر لان ماشي شي حاجة اللي فيهم الحمايات ديال السلامة ديال الاطفال كل شي حديد لقنات كاري منكي كل كاري ولا هدا وضربتش طفل غادي تقتلوا وذاكش اللي طرع لهاد الوليد هذا السلطات المحلية ما ممسوقيش الجماعة ديال اقادير كتبات لهذا القهوة هادي هادي واحد العامين وما كيكتبو لهم يو درخص كم تحبسوا ذاك شي السلطات ما تحركاتش وملقهوا يستمر خلا ذاك شي فلوس كدخل ما ممسوق لتحاجة في كي المشكل ملقهوا صحيح والسلطات المحلية السلطات المحلية علش هادي ما مشيتيش حبسيلي ذاك شي علش النهار الاول مني حط هادك الالعاب ما مشيتيش عنده بتليعطيهم يترخيص وإذا كان الترخيص ديال بالصح سيكون كي تشارج السلطات المحلية نحط للكي تشارج وهالكي تشارج مواجهة اللي غاديكون فيه هاد واحد اللجنة اللي غتخرج وشوفه الشروط والماتريال وشي بشي موافق للكي تشارج الويقاية المدنية هي هي اللي خسات ترأس هادكوميسيو تحمي ترأسه وفى الويقاية المدنية يكونوا ناس خبراء فى هذا الشي دياللي ماناج مادام ما كنت تكلم غير عن الي ماناج دفا وهاد الألعاب ديالالاطفال ما عندهم ميش ترخيص هاد القهوه هاده عندش ترخيص لها ذوك الألعاب كيف هات السنوات كلها وهم كيتخلصوا عند العائلات أفلوا الصحيحة عند الدخول كيف هاش دووش دكشي اللي دويت والي دويتو تنتو ما زعما السلطة مغمضة عينها غير كاك واش اللي سواد عيونه ولا زين عيونه ولا شدكش دي الملقاها ولا شوقها وحتى الامتة غنبقى وغنين في هات الممارسات نحيدو هاد القادية هاتي لابا ما عندوش ترخيص يعني ما عندوش تأمين وهادوك الوليدات كلهم هات السنوات اللي تجرحوا وتتضربوا وكل شي ما كيش تأمين دابا كينا وفاة عنا هنا يا وما كيش تأمين البوليس تنتو الملقاها مزيان وسولوا على التأمين واش سولوا على التأمين قالوا لي هارلنا التأمين وارلنا الترخيص وعطينا هاتشي كامل مني غادي يكون ما يكون والو ورخص يقدموه الوكين لمالك لأنه هو اللي وضع الخطر حطوا واحد الخطر اللي أدى بوفاة هاداك الطفل وحتى دوك لماليج مصاوبين بطريقة تقليدية يعني ماشي شي حاجة عالمية اللي لطحتي اللي كوان بلاستيك ولا الكوتشو ولا شي لا 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 تكشي مصاوب يكون عند الحداد وحطوهم تمام في أرقى طولة من أرقى الأحياء بمدينة أغادير وهاتشي في عزل في فصل الصيف مني كالسول على هات القهوة واحد سيد قلت لاجي وكيفاش واش عندكم على الأقل إسعافات الأولية وهذا قال يا ريضا ماكي لا إسعافات وإحنا معناش لها سينساس ويمكن غير جوجل عنده لها سينس ليبقى كله معناش لها سينساس ما بخلصاش وما كيناش قاع أصلا هاتك اللي كيتخلص عنده هذا واش خدام معنا يا ولا دابارة كونش يبغي يضرب الطم لهاتشي ويدوزوها غير هكا كنتشي واحد ما غادي يتحاسب ولا اتحاجة حتى الامتة حتى قطح الروح وعد كان بدون بريكوليو ولكن إجراءات وقائية باش هاتشي ماي ميتراش ما غنديروهاش واش عقلته على الطفل لي في شاطئ في الكورنش دي المدينة أغادير كانوا واحد الكرسة دي العرعار كبار محتوطين والطفل حتى تومو غادي تصورو غادي تصورو وطاح ذاك الكرسي وطاح على الطفل وقتله في البلاسة طافل عنده خمسين وست سنين ومات أمام الأنظار دي الخوه ودي الامو اللي بغا تصورو لأن احنا رجعي اللي عود ثاني ما عناش الإجراءات الويقائية ما كان ديروش شي حاجة ونقوله باحترافية أو الدلاطة حتواكيفة وعلا شوشنو لناس احترافيا وهذا الشي يوقع لهذا الوليد هذا مسكي ها هي الطرزات عائلة في ولدهم 11 سنة واش هادي مشي كاريتها هادي ماذا بكنا نتكلموا على هاد الألعاب كتعرفوش بشتو المدينة جيرا هدا أنا هنا واشتو المانيج اللي كين ينتموا هادو كاسيدي سولت قرروا عندهم ترخيص واشتو الحالة ديالهم الحالة الميكانيكية واشتو دوك الكراسة ديال الحديد اللي كين ينتموا يضربوا شي واحد يكون معا تشكون بادر هاري غادي قتله ولا هستكلم مئات ديالأطفال حالة يرتلع تشوح ما مسوق واش جات سلطات المحلية ولا كوميسيون والواقعية المدنية وكل شي جا وقلبوا ذاك شي سنسلة بسنسلة بولون بولون واحد الخمسطعش ليوم قبل ما ينطلق هاداك الألعاب لا تشوح ما دار سولت ما تشوح ما دار شي حاجة غار سارحين غار طالقين أيو عقل هاد شيف الفين وربعة وشرين واشنا داخلين الفين وخمسة وعشرين وغادي حتى ليمتاع هاد اللا مسؤولية ديال بعض المسؤولين غادي تبقى منتاشرة عنا كيفاش كيشوفو تسير ديال المدن ديالنا راح شوما هاد الوليد هادا ترزات في عائلتو يلا قهوة على قدها كبيرة راقية في حي راقي في حي سياحي في مدينة أقادير ما عندهمش ترخيص وحاطين ذاك شي علنا وكيتخلصوا عند العائلات فلوس قددخل يوميا هادش السلطة ما شافتوش وها ما يمكنش وإلا ما عندهمش ترخيص ما عندهمش تأمين وهذا العبال والسلطة المحلية ما كينهاش وهي تتحمل المسؤولية في هاد المصيبة كابلة واش النيابة العامة غتحرك هاد الملف ويحددو المسؤوليات كيفش تحب دكش وعلاش وهذا واحد على الأقل شينهار النيابة العامة نوض وتقول أجيلا ناسي علاش حتتديدو كل ألعاب لها وكيفش وعلاش واش كيندفتر تحملات ويكون تحقيق ديال بالصح ومتابعات صيد عائلة طرزاوف ولدهم وغندفنوه وسهلينه وغندطموه الملف وغداف ضيحة خرعة وتاني الله يدير شي تاوي للخير والله يحفظنا ويحفظكم تعازي الحارة العائلة ديالها الطفل هذا هادش ما بغيناه شي قيطرة تصوره وده بعد وجهين من الخارج من الخارج وجو قدر الله كين ولكن ما بقولش بس حكون شي في قدر الله من الخارج وجو غايشوفو ولدهم غايشوفو ذاك شي غير مرخاص غاديشوفو بأن التأمين ما كانش غاديشوفو بأن هاد القواب عنداش شي واحد لي هو مؤهل باش يدي الإسعافات الأولية إلى ترات شي حاجة غاديشوفو بأن ما كانش الفارماسي غاديشوفو بأن الامبيرانس يمكن تعطلت باش تجي وغاديشوفو بأن احترجة الامبيرانس غاتهز طفل وما تقدم لي تشيء إسعافات لأن هادك الامبيرانس صالحة لنقل البضائع ماشي لنقل المواطنين وغاتهزوو غاديشوفو 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 هاد الناس دي الخارج غاديشوفو بأن دي كلامبيروس غاديشوفو غاديشوفو ولعلم الله لبدأتش تجيء شي واحد آخر لأن احنا عنا كاتهزو الأول والثاني والموصاب الثالث وغاديشوفو بختراء واحدة وميتوصل مستعجلات غاديشوفو في دي كل حالة اللي شرحت لكم وهلي بارح وهذا النزل الخارج اللي عام كلهم مخدامين وبغوا يجيوا ويشوفوا وخلوا بلادتهم لكل شي مفر وغايجيوا هنا وغايشوفوا الإرجانس ديان الباب غادي يطاح غادي يشوفوا بين الأطباء خدامين في ظروف مزرية غادي يشوفوا بأنه ما كيش الخيط ما كيش دوه ما كيش إرجانس ما فيهم تحاجة أش من رسالة بغينا ندوزوا لهم اليوم كنقول نزل الخارج لأننا كمواطنين مغاربة عايشين في المغارب محقورين لماذا كنقول محقورين لأن لو ما كناش محقورين لو كان الدولة المغربية يعني الحكومة المغربية دارت ميزانية كبيرة إلى الوقاية المدنية أولا وليز امبولانس كل امبولانس فيها الطبيب المستعجلات وفيها الجهيزات وكتوصل باش تعطي الإسعافات الأولية في التواني الأولى ديل الحديث ولا الحاجة اللي وقعت لو كانت الحكومة المغربية ما كانت تحقر المواطن المغربي ما كانت تخلى على الصحة العمومية ما تقولوش لنا راح ندرنا مستشفى القربع ولا واحد مستوصف لا أعطيني المستشفى الجيهوي أعطيني المستشفى الإقليمي أعطيني شفيه أعطيني الأطباء أعطيني الجهيزات أعطيني الماطرية أعطيني كل شيء ما فيهم تحجة ودولك تخلى لصالح المسحة الخاصة لأن أصبحنا وللحكومة دينا وإحنا الشعب المغربي كيصيرونا رجال أعمال كيصيرونا بالطابلت كيصيرونا بمنطق الربح كيصيرونا بالتليكوموند ولكن الجانب السياسي الإنساني وهذا احنا عارفين بأننا رجال أعمال كيكون ما تقولوش كلهم كيكون قطاع إلا ما عندوش الملفعة معاك ما سيرت لعب بعد مني وبهذا المنطيق الحكومة دينا كتسيرنا كو كانت بغالينا الخير كما قلت لكم وكتشوف هاد الشعب شنا هم المشاكيله وغيره غنمشي والصحة العمومية غنمشي واللزامبولونس دينا غادي نخلصوا مزيان الناس دينا الواقع المدني اللي كتخلصوا ربعه ريال وكان طلب منه يطفيل عافية ويشمدك الدخان ويغامر بحياته على قبل 4500 درام العدد ديالهم ناقص في المغرب وهذا ميل فكتخندوا علي قبل منشد في الحبس وكان عندي كامل وغادي نعود رجاليه وغادي نعود نتكلم عليه بالتفاصيل لأن حناية اللي بغينا ننظمو كأس العالم وكأس إفريقيا واش هاد الناس عارفين بأننا معناش لزامبولونس واش غنجيبو لهم بينو لهم لزامبولونس لخواص لا بغينا لزامبولونس حمراي نحنا بحن نبحل لأي لعاب بحن نبحل لأي واحد وكيما دك لكم دك النهار عنا فرصة ذهبية باش نتازعوا من الحكومة المغربية واحد الواقع المدنية التي تليق الشعب المغربي وواقع المدنية بحركة في أوروبا كينا ومجاهزة ومجادة يمكننا نضغطو على الحكومة لأننا لكم ديومون لأننا لكم بدافريك وما خايفين وبغيوة تنجح نشعل لغادي نجحو ولكن غادي نناضلو باش الواقع المدنية باش المستشفى العمومي يكونوا مجاهزين ومشغلنا المسحة الخاصة شغلكم هادك لأني لو قعت لنا شي حاجة في أي لحظة لن تجدك المسحة الخاصة حادي تتسير غادي تمشي الطحفة تكون اللي بغيت تكون وغادي تلقى رأسك المستجالات غادي تلقى رأسك المبولونجين ساعة قبل ولا من بعد وغادي تلقاه بأنه نقل بضائع بأنه فيها شفور وفيها واحد وغادي نبيك ماكيش لأكسيجين ماكيش 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 حتى تموت عندهم تماما تموت في ديك المبولونس في الوقت اللي كان يبكلي مع تقوك ديك الساعة تعازيل حارة للعائلة دير هذك الطفل الله يرحمه يسعى عليه وأنتم الله يصبركم وعافكم أخوتي المغربة هذه نصيحة أنه نضو ناضله لا أحرض أحد الصحة العمومية الواقعية المدنية هذو أولويات هذو رخصهم يكونوا هذو حاجة أخرى باركة من لمبالادي السلطات المحلية أنا أعود لكم هذا بقية الصحة لا أطوريزازيون لا تأميل لا تحاجة ولا دا والفلوس كالدخل وكل شي ساكت عرفتكم كالتنوي تانى ذك شي لي قلت الله يدير شي تاوي الخير والله يحفظنا ويحفظكم بغيت نقول لكم بغيت نبقى متفائل كيف كنت نقول ديما وتفائلت ودخلت الحبز أربع سنين وخرجت السنين جاب الله العفو الملاكي والتفاة المولوية لأنصفتني ويحفظنا نبقى متفائل متفائل وغادي نبقى متفائل مقيت في المغرب ولا أخرج من المغرب متفائل بمستقبل هذه البلاد هذه غادي نناضل كيف كونش المغربة وكل واحد من الموقع دياله خصنا نناضله كامل إلى بقيت بعد البلاد زيد القدام